معارك انتصر فيها الجيش المغربي لا يعرفها المغاربة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم قبل ستة قرون خاض المغرب معركة مصيرية لاسترداد مدينة الجديدة حاليا التي كانت تعرف وقتها بمازاقان وسمية المعركة باسم المدينة كانت الحرب دروسا واستمرت لأسابيع تبادل الجيش المغربي النظامي وقتها القصف مع الجيش البرتغالي لا تزال أسوار مدينة الجديدة تحمل آثار تلك الحرب إلى اليوم وصنفت في موسوعة الحروب كواحدة من أشهر الحروب التي هزمت فيها دولة أوروبية على يد المجاهدين الذين يسميهم كتبة التاريخ القراصنة في عهد عبدالله الغالب تحديدا الذي حكم المغرب ما بين سنوات 1557 و 1574 جرت وقاء هذه الحرب لاسترداد المدينة من الاستعمار الأوروبي الذي استمر بها لسنوات كان خلالها المغرب مجبرا على أداء غرامات مرتفعة للبرتغاليين لذلك كان الانتصار في حرب مازقان استردادا لكرامة المغرب ووصلت أخبار الانتصار إلى أقصى الشرق حتى أن المؤرخين كتبوا عنها واعتبروها انتصارا إسلاميا حروب قديمة منقردة وأخرى لا يزال المنتصرون فيها كما المنهزمون على قيد الحياة ولا يعرفهم أحد حرب الرمال الذكرى التي أبقت كل شهدائها على قيد الحياة رغم أن ظاهر الأحداث يقول غير ذلك إلا أن الملك الراحل الحسن الثاني وهو في السنة الثانية لوصوله إلى الحكم قال بعد انتهاء حرب الرمال بعضور الوزير الاستقلالي محمد بوستة وعلال الفاسي والدكتور الخطيب إنه لن ينسى ما دام ملكا الذين حاربوا في حرب الرمال وبدلوا أرواحهم في سبيل السيادة الترابية للمغرب وضرورة احترام حدوده البرية والبحرية في الضفة الأخرى صاح وزير الدفاع الجزائري الهواري بومدين حقرونا حقرونا قاصدا المغرب في إشارة إلى الهزيمة المدوية التي تلقتها الجزائر في المعركة في يوم 8 أكتوبر سنة 63 سجل المغرب مناوشة جزائرية على الحدود بعد توغل جنود جزائريين اتضح لاحقا أنهم مرتزقة كانوا مسخرين بأمر من الهواري بومدين وزير الدفاع وليس بأمر أحمد بن بلا رئيس الجمهورية لكي يتوغلوا في منطقة حاسي بيضا النتيجة كانت مقصى العشرة جنود جزائريين وإدرام النار في النخيل في محاولة لاستفزاز التكن العسكرية التي لم تكن تبعد كثيرا عن المنطقة كان بومدين يريد ضم بعض المواقع المغربية إلى الجزائر مستغلا النزاح حول الحدود في الجنوب الشرقي إلا أن منطقة حاسي بيضا كانت من الأماكن التي حسم في شأن انتمائها إلى المغرب والوصول إليها كان خرقا واضحا للحدود وتعديا على حرمة المملكة عندما أصبح الهواري بومدين رئيسا في بداية السبعينيات تحدث عن حرب الرمال من موقع تزوير التاريخ واعتبر أنها انتصار للجزائر كان الذين نجوا من الموت فيها يعرفون أن بومدين حاول تزييف الوقائع لأنهم يتذكرون جيدا كيف أنه أوشك على البكاء وهو يردد عبارة حقرونا عندما تفقد الأضرار التي تكبدها الجيش الجزائري أو جزء منه لأن بومدين اعتمد مرتزقا لا علاقة لهم بالجيش لكي يخوضوا الحرب باسم الجزائر ضد المغرب اعتبر الملك الراحل الحسن الثاني يوم التاسع أكتوبر من سنة الثلاثة وستين أن الأمر بات مسألة سيادية وأن الرد يجب أن يكون قويا وسريعا وبالفعل تم نشر الجنود وإعلان التأهب في الشريط الحدودي ونظمت غارات برية وبحرية لرد الاعتبار للجيش المغربي وما هي إلا ساعات حتى أعلن المغرب كسبه للمرحلة الأولى في المعركة قام بومدين بنشر مجندين اتضح بعد احتجازهم أسرى من طرف الجنرال دريس بن عمار أنهم ليسوا جنودا مدربين وإنما بدويون منحهم الهواري بومدين السلاح وتلقوا أوامر بالتوجه صوب الحدود المغربية وإطلاق الرصاص على الجيش المغربي كانت النتيجة مقتل عدد كبير من هؤلاء المجندين واحتجاز الآلاف كان واضحا من خلال زيهم أنهم لم يكونوا جنود النظاميين حتى أن الجنود المغاربة لاحظوا أن الأسر الجزائريين لم يكونوا يرتدون في أقدامهم سوان على البدو وبذلاشبة موحدة منحت لهم لكي يظهر أنهم جنود في الجيش كانت الجزائر أيضا تتوقع مساعدة من الجمهورية المصرية على عهد جمال عبد الناصر لأن جهاز الطيران المغربي نضم مناورات بالرصاص الحي لحصار المجندين الجزائريين على الحدود ومنعوا صول المياه إليهم لإجبارهم على الاستسلام حدث هذا دون أن يتمكن الجزائريون من الرد على القصف لأن الدولة الجزائرية لم تكن تتوفر نهائيا على طائرات باستثناء هليكوبتر يتيمة حصل عليها أحمد بن بلا هدية من الاتحاد السوفيتي سنة 62 وبالفعل جاء طيار مصريون للاستطلاع قصدا دراسة تقديم معونة عسكرية للجزائر ضد المغرب لكنهم أخطأوا في تقدير الأحداث ونزلوا في المنطقة المغربية واحتجزوا أسرى وكان من بينهم الطيار حسني مبارك الذي أصبح لاحقا رئيسا لمصر انتهت الحرب بإعلان هزيمة الجزائر رغم أن بومدين في السبعينيات كان يتحدث عن حرب الرمال على اعتبار أنها ملحمة عسكرية حول السيادة ضد المغرب بينما في الواقع أنها كانت ردعا مغربيا للاستفزاز الجزائري ولو أراد جهاز الطيران المغربي قصف الجزائر كاملة لما كان الأمر مستحيلا وهو الأمر الذي عبر عنه الجنرال دريس بن عمار أكثر من مرة وتسربت بعض مضامينه إلى الصحافة من بينها أنه غضب كثيرا عندما أمره الملك الحسن الثاني في الأسبوع الثاني من أكتوبر بوقف إطلاق النار وسحب القوات المغربية من الحدود بعدما تأكد انهزام الجزائر وكان الجنرال ومعه بعض الضباط يتمنون التواغل في التراب الجزائري أكثر ردا على تلك الاستفزازات انتصارات منسية على امتداد قرون حروب ضد إسبانيا وأخرى ضد البرتغال بل وحروب ضد الرومانيين وأخرى ضد تركيا على الحدود المغربية الجزائرية كلها حسمت لصالح المغرب على امتداد القرون الأخيرة ولا يعرف المغارب اليوم عنها أي شيء بالكاد ما جمع في الأرشيف مع موقعة الملوك الثلاثة التي جرت أطوارها نواحي مدينة العرائش وهناك من يقول إن نفس الحرب جرت في أماكن أخرى تقريبية إلا أن الروايات الرسمية تؤكد بعض كواليسها المتيرة التي ظلت لقرون مفخرة للمغرب ويحاول الإسبان والبرتغاليون نسيانها مدن مثل العرائش الجديدة آسفي والصويرة كان سكانها يتوارثون عبر الأجيال ولمدة خمسة قرون تقريبا حكايات عن السفن التي تقصف المدينة ليلا ويحاول بحارتها وجنودها دخول هذه المدن واستعمارها والسيطرة على موانئها فتتجند الدولة المغربية خصوصا في عهد العلويين لكي تؤدب جيوش أوروبا وتجبرهم على الانسحاب بين الجهاد البحري أو القرصنة تأرجحت حكايات هؤلاء الذين انتصروا باسم المغرب في معارك كان دويها مسموعا في المنطقة خصوصا في زمن كانت فيه الدول تتصابق على فرض السيادة على الاستيراد والتصدير وبناء الاقتصاد في ضرف خمسة قرون وقعت أزيد من ستمائة معركة وهو رقم كبير بطبيعة الحال دون احتساب المناوشات غير المعلنة أو التي سقطت ساور من التوتيق التاريخي اختلفت نتائج تلك المواجهات بين انتصارات كبيرة للمغرب وتعادل صامت ضد إسبانيا على وجه الخصوص أجبر خلالها البلدان على توقيع اتفاقيات للسنوات قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها وهي الترقب معارك كثيرة ربحها المغرب لا نكاد نعرف عنها أي شيء باستثناء المعارك والحروب المعروفة في التاريخ والتي استنبطت كل كواليسها من الأرشيف الرسمية حروب المولى سليمان معارك بحرية على واجهتين استمرت لعشرين سنة انتصر فيها المغرب منذ سنة 1798 في سنة 1856 نجح البريطانيون بمشقة الأنفس في إقناع السلطان المغربي المولى عبد الرحمن بن هشام بإيقاف الجهاد البحري وتوقيع اتفاقية مع الأوروبيين للسماح لهم بالمرور من السواحل المغربية دون أن تفرض عليهم القبائل المغربية درائب مقابل مرورهم وكان هذا بعد وفاة السلطان المغربي المولى سليمان بن محمد الذي انتهى عهده سنة 1822 وخلفه ابن أخيه لكي يواصل سياسة إغلاق الحدود المغربية البحرية كاملة في وجه الأجانب وهو الإنجاز المغربي الذي جاء نتيجة حروب ضارية انتصر فيها المغرب بالتتابع ولم يتمكن الأوروبيون من إقناع المغرب بإعادة فتح الحدود إلا عن طريقة ديبلوماسية والمراسلات الودية كان السياس البريطاني السير جون دورموند هاي الذي تعرف على المولى سليمان عن قرب وحاول كسب وديه يصابق الزمن لإبرام الاتفاق بعد أن فشل الأسطول الفرنسي ثم الإسباني وأيضا البرتغالي في تأديب القبائل التي كانت تهاجم السفن التجارية الأوروبية العابرة من وإلى أوروبا لكن ما لم يتم تسليط الضوء عليه تاريخيا هو دور القبائل في منطقة الناظر والحسيمة في الجهاد البحرية فقد كانت هذه القبائل خلال عهد المولى سليمان تؤمن السيادة المغربية على المنطقة وتفرض على السفن العابرة أداء ضرائب لصالح تلك القبائل ويتم محاصرة كل السفن التي تأبد توقف للتفتيش ويتم سلب حمولاتها وأثر رهائن منها وفي بعض الحالات تم إغراق سفن أجنبية حتى أن بارجة أمريكية كانت قادمة من مصر في سنة 1798 على عهد المولى سليمان دائما تم إيقافها في عرض مياه البحر المتوسط ورغم أنها كانت مزودة بالمدافع إلا أن المغاربة هاجموها ليلا وتمكنوا فعلا من السيطرة على طاقمها وكرد من الأوروبيين على العملية حاولت سفن فرنسية نسف الساحل الذي كانت تتوقف فيه سفن من كانوا يسمونهم القراصن المغاربة فكان الرد عنيفا وتم إغراق حسب ما ذكره جون ديرموند سبعة سفن فرنسية كانت كلها مزودة بالمدافع التقيلة حيث تم قصفها ليلا في وقت كانت الرؤية تصعب على الفرنسيين الذين لم يكن لديهم أي دراية بتلك السواحل قبل أن تتحرك سفن الجهاد البحري لمصادرة ما تبقى من الزوارق التي قام الفرنسيون عبرها بإنزال عسكري لتأديب تلك القبائل في عهد المولى سليمان تجنب المغرب حربا ضد الأمريكيين بسبب مساندة سفن مغربية لليبيا ضد اعتداء عسكري أمريكي وكان المولى سليمان قد تفاهم مع الأمريكيين ووعدهم بتأمين مرور سفنهم من المياه المغربية لكن الأوروبيين كانوا استثناء من ذلك الاتفاق وظلت تلك الحرب ضدهم مستمرة لأزيد من عشرين سنة انتصر خلالها المغرب انتصارات مبهرة حتى أن التاريخ الرسمي الفرنسي والبرتغالي عرج على كثير منها ولا يزال الأرشيف الرسمي المغربي خصوصا في الخزانة الملكية المغربية بالرباط يتضمن وطائق مراسلات أصلية تؤكد انهزام أساطير عسكرية بحرية أوروبية أمام السواحل المغربية ومطالبتهم بالهدنة مع المغرب وهو ما لم يتم إلا في سنة 1856 سنوات طويلة بعد وفاة المولى سليمان المتير في قضية هذه المعارك المتفرقة التي سميت في التاريخ معارك المولى سليمان في الجهاد البحري أنها أصبحت منسية تماما ولم تتطرق لها الكتابات التاريخية باستثناء الترجمة الأكاديمية لمصدر بريطاني مهم وهو العلاقات المغربية البريطانية منذ السعديين إلى القرن الثامن عشر وهو الذي تطرق لهذه الفترة التي عرف فيها الجيش المغربي ازدهارا كبيرا تحالف فيه مع مقاتلين محليين مغاربة دافعوا عن الحدود الإقليمية المغربية في المياه الدولية قبل أن تبرم الاتفاقيات التي نظمت الحركة الملاحية عبر العالم شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر